أكاد الهلال الأحمر الفلسطيني تسجيل نقص في حد في الطعام المتوفر لطواقم والمرضى والنازحين داخل مستشفى الأمل في خانيونس بيان للهلال الأحمر أوضح أن أليات الاحتلال تحاصر المستشفى من الجهات الأربعة وتمنع خروج أو دخول أي أحد إلى مباني المستشفى وإلى مقر جمعية الهلال الأحمر بما فيها حركة طواقم الإسعاف ما تسبب في نقص حاد ليس فقط في الغذاء وحليب الأطفال بل في المستلزمات الطبية والأدوية والوقود أيضا فيما أشار الهلال الأحمر إلى قيام طواقمه بدفن خمسة شهداء الخميس في باحة المستشفى جراء تعذر نقلهم للمقابر بفعل استمرار الحصار ليرتفع عدد الشهداء الذين دفنوا في باحة المستشفى إلى خمسة عشر شهيدا منذ بداية الحصار